اقام مكتب النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء حفلة تكريم لمنتسبية الدفعة الرابعة من برنامج النائب الاول لتنمية الكوادر الوطنية بعد اتمامهم متطلبات البرنامج وفترة الانتداب التي امتدت عاما كاملا بالمكتب واكد سعدة الشيخ فهد بن عبد الرحمن آل خليفة المدير العام لمكتب النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء في كلمة القاها خلال الحفل الذي حضره عدد كبار المسؤولين ان برنامج النائب الاول لتنمية الكوادر الوطنية قد جسد منذ اطلاقه رؤية صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الاعلى النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء في الاهتمام بالكوادر الوطنية الشابة وتطويرها وتشجيعها في كل المواقع وقال سعادته اننا في مكتب النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وضعنا نصب عيوننا هدفا يعكس هذه الرؤية وسعينا للوصول اليه بجهد كبير وعمل مضني تمثل ذلك في تصميم برنامج ذو طابع مميز يستقطب الكفاءات الوطنية الشابة ويستثمر في قدراتها ويحفز روح الابداع والابتكار لتسهم في خدمة الوطن وتلبي تطلعاته واضاف سعادة الشيخ فهد بن عبد الرحمن آل خليفة ان البرنامج برهن على نجاحه منذ تجينه في عام 2015 حيث اسهم منتسبوا الدفعات السابقة من البرنامج في تطوير مختلف مسارات العمل الحكومي بما تم انجازه من تغيير ايجابي محفز في مختلف الجهات الحكومية وذلك بعد انتهاء فترة انتدابهم في مكتب النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وعودتهم لمواقع عملهم لافتني لان المهارات القيادية والقدرات العالية التي يمتاز بها منتسبوا البرنامج كانت نتاج الساعات الطويلة المتواصلة التي اطلعوا خلالها على الية صنع القرار في الحكومة عبر حضورهم عددا من اجتماعات اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد ناب القائد الاعلى ناب الاول لرئيس مجلس الوزراء والمشاركة في جلسات نقاشية مع عدد من اصحاب المعالي والسعادة الوزراء والمسؤولين الحكوميين والقيام بزيارات ميدانية لعدد من الجهات الحكومية وحضورهم برامج تدريبية مكثفة كما القى السيد خالد فهد العلوي من صندوق العمل تمكين كلمة نيابة عن منتسبي الدفعة الرابعة توجه فيها بأسمى آيات الشكر والعرفان لصاحب السمو ولي العهد على رعايته الكريمة لهذا البرنامج مشيرا الى ان البرنامج قد فتح لمنتسبي الدفعة الرابعة قد فتح لمنتسبي الدفعة الرابعة آفاقا رحبة واتاح لهم فرصة توسيع مداركهم لتحقيق التطوير المنشود وشكر العلوي نيابة عن زملائه منتسبي الدفعة الرابعة معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني على الدعم الذي يقدمه لبرنامج النائب الاول لتنمية الكوادر الوطنية منذ تدشينة كما تقدم العلوي بالشكر لسعادة الشيخ فهد بن عبد الرحمن آل خليفة مدير عام مكتب النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء على جهوده المستمرة لتكون تجربة المنتسبين في البرنامج تجربة خالصة وغنية بالخبرات هذا وتم خلال حفل تكريم منتسبية الدفعة الرابعة من البرنامج وتسليم جائزة المنتسب المتميز للسيد سفيان الهاشل وذلك بترشيح من زملائه في الدفعة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر